زي ما كنا بنتكلم من مشاكل السمنة لخبطة الهرمونات في الجسم بالذات عند النساء اللي عندهم سمنة زيادة بيبقى بتخش في مراحل مقاومة الأنسولين اللي هي مرحلة مقابل السكري بيحصل عندها لخبطة في الهرمونات وبدأ من مشاكلها الخطيرة تأخر الإنجاب لخبطة في البريوت طبعاً بتظهر علامات في الجسم في أماكن مختلفة اللي بلونها غامق غير المعتد عليه ممكن عند الأصابع عند أطراف الأصابع ممكن في أماكن ما بين الزراعين وهكذا وممكن يطلع لها شعر في أماكن مش معتد يطلع لشعر ده بالإضافة أننا شايف أنه عندها الغودة الدراقية كمان فيها خمول طبعاً الغودة الدراقية زي الترموستات في الجسم فيه زي هرمونات تي سري والتي فور دول المسؤولين على معد الحر والمسؤولة عن الغودة الدراقية الغودة النخامية فبالنسبة لها لازم تمشي على نظام غذائي يكون مناسب مع طبيعة جسمها يساعدها أن تشوف نتائج كويسة وبالنسبة نصحة كالنصيحة الأولى بالنسبة لها الكربوهيدريت اللي هي الخبز والرز المقارونة البيتزا العصاير الحاجات اللي فيها سكريات لازم تاخد بالها منها جداً تقلل منها على قدر جداً لازم قدر الإمكان دي أول خطوة لازم تعملها بس سيبت هيدي دكتور لازم تروح لدكتور تغذية بردو ده في المقامرة عندها غدة وعندها ده رقم واحد طبعاً أكيد بتاخد أدوية الحاجات تانية لازم أخصائي تغذية يتباح حالتها يبقى عارف وبيعمل معها يقدر يتباحها في شكل أسبوعي يشوف التطورات ماشية معها إزاي ويصمم لها النظام الغذائي اللي يناسب جسمها تمام؟ وطبعاً أخصائي أول نصيحة هينتصحة معها أنه هيبدأ يقلل من النشويات معها لأن في المرحلة دي المشكلة في مقاومة الأنسولين أن مع